فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سبعة مسؤولين عسكريين كبار من ميانمار بينهم القائد المسؤول عن عملية يشتبه بأنها دفعت أكثر من سبع مائة ألف من مسلمين روهينغا للفرار إلى بنجلادش وتقضي العقوبات بتجميد أصول المسؤولين السبعة ومنعهم من السفر لدول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى حظر للأسلحة وقرار وقت أي تدريب أو تعاون مع جيش ميانمار وتمثل العقوبات هذه تحولا في دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الذي كان قد علق قيودا فرضها على ميانمار عام 2012 دعما لتحولها الجزئي إلى الحكم الديمقراطي في السنوات القليل الماضية